بدي اسألكم عم تكتبوا في التشات كل اياتكم طارق قادر تشوف اوكي اهلا وسهلا هلأ بلشت اشوف بدنا نخبركم انه احنا عم نستنى بس كمان سري منت وان شاء الله رح مبلش اهلا وسهلا فيكم جميعا حابين اول اشي نسمع انتم من وين عم بتتابعونا من اي بلد وايش المجال اللي عم تشتغلوا فيه اذا بتقدر تكتبونا في التشات مع بما يجمع البقين اهلا وسهلا فيك ازدهار واهلا وسهلا في دمشق اوكي مين كمان بيحب يحكي لنا اوكي في عندنا كمان نادر من ادلب اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا نادر في عندنا حضور كبير من سوريا انا شايفة اه في عندنا كمان من مصر امنية من مصر حالية معلمة اونلاين وان شاء الله قريبا كول سنتر اهلا وسهلا شرفتي يا امنية اوكي اوكي توم مينتس رح مبلش فاللي بيحب كمان يعرف عن حاله ويحكي لنا في عندنا بيسا من فلسطين اهلا وسهلا وفي عندنا اميرة كمان قادري من سعودية اوف عندنا يعني اليوم تنوع رهيب اهلا وسهلا فيكم جميعا اليوم حتكون السوشن مينلي رح نحكي فيها عن الاحتراق الوظيفي والمهني وليش اخترنا هذا الموضوع تحديدا يعني رح نحكي عنه اكتر هلا كمان دقيقتين وهي عندنا اسيل من فلسطين اهلا وسهلا الرؤى من الاردن اهلا وسهلا اه كمان مرشدة نفسية اوه في عندنا المانيا اهلا يا عبدالله ضايل كمان دقيقة ورح نبلش ان شاء الله ونفوت في الموضوع دايريكت رح تكون الجلسة انه اول نص ساعة رح نتحاور فيها انا وطارق اكتر نحكي لكم عن الاحتراق المهني احكي لكم شوية عن من خبرتي انا كمان في مجال موارد بشري شو الاعراض اللي كنت اشوفها وشو كنت اتعرض لها انا شخصيا من قصص هيك من الواقع وبعدين رح نحكي عن آلية التعامل معه وكيف ممكن نخفف ونقدر نتعامل معه خاصة لما نكون بالشغل وما في قدامنا الا انه نتعامل معه وبعدين رح ناخد كمان اسألتكم ففكروا في الاسئلة اللي انتو حابين تسألوها لا الدكتور طارق اوكي طيب رح نبلش احنا اول اشي اهلا وسهلا فيكم جميعا من كل دول العالم اهلا فيكم واحد واحد من كل الدول شكرا على المتابعة الاحتراق الوظيفي واحدة من اهم او المهني واحدة من للأسف يعني انا بعتبرها من اكتر الشغلات اللي ممكن فعليا تأدي الى موت الشخص نفسيا بعنش اذا عم بحكي اشياء غلط هلا بصححني هو طارق بس انا بنسبة لي يعني كنت لما اتعرض لهذا الاشي كنت فعليا اشعر بانه خلص انا من جوه حدا ميت تعبان مش قادر يعطي اكتر كنت احس انه انا ما بدي ااجي على الشغل ما بديش يعني فكرة انه انا اوصل للشغل ما بدي اياها كنت احس دايما انه بتمنى انه خلص انا ايش ما اعمل جهدي رايح يعني عالفاضي ما في رزلت ما في نتيجة فلهذا السبب حبيت انه نحكي عن هذا الموضوع تحديدا مع طارق وبتذكر واحدة من الشغلات طارق اللي صارت معي عشان انت بعدين تحكي لي ايش رأك بهذا الموقف وتعرف لنا الاحتراق الوظيفي انه واحدة من المواقف اللي صارت معي انه انا ما كان عندي خبرة في الموارد البشرية ابدا وانطلب مني في يوم من الايام كان عندي بس يمكن سنتين خبرة وانطلب مني انهاء خدمات خلص الشركة بتها تنهي جميع عملها وانطلب مني انهي خدمات سبعين موظف سبعين منهم احنا سبعين موظف كنا عم تحكي انت عن خمسين بالمية منهم كانوا برا البلد وكنت لازم انهي خدماتهم من خلال سكايب هذا بالالفين واربعتاشر حكي قبل عشر سنوات وكان مطلوب مني وانا يعني كانت برضو من تهي خدماتي بس اللهم اني بطلع انا بالآخر اللي مريت فيه انا انه ما كان عندي خبرة ما كان فيه سابورت وكنت كتير لسه ما عندي هذا الذكاء العاطفي اني اتعامل مع الموقف انه انه هذا مشروع وخلص لأ صرت كمان افكر بالعاطف في اتجاه الناس لما احكي معاهم وخاصة انها كانت هي شركة ملتيناشنال يعني كانت عندي جنسيات متعددة فيرن علي مثلا واحد من الهندي يحكي لي انا طب ولادي والمدارس فانت فاهمت كش اللي صار وبنفس الوقت بدي ادور للي على شغل فانوابت تدخيل النفسية اللي كنت فيها فهون عن زد انا احترقت وظيفيا ومهنيا ليه لانه اول اشي كنت كل اشي اعالجه اني الاقي حالي ببكي كنت كل اشي اعالجه اول اشي كتير نفسي تتأثرت زاد وزني كتير هيك صرت قلقاني بقلق يعني دائما انه انا بدي اطلع هدول الناس مع انه خلص المشروع ما في دعم ما في support وبنفس الوقت انا طالعة يعني فشو رأيك انت بهيك موقف وشو انت بتقدر هيك ايش بسموها يعني تحكين عن هد موقف يعني شو رأيك فيه وشو الاحتراق الوظيفي شكلا مش عارف من وين تلقك وانتي موقتيها يعني من كل محل اللي رأيك اللي اطغط صح الله يعطيك العافية الله يعافيك اقولش شكرا دانا على المقدمة وعلى القصة اللي من خبرتك سريعا هيك بس عشان يعني يعني عرفا حاليا انا اسمي دكتور طارق دلبة احنا طبيب نفسي وبرضو المدير التنفيذي العرب ثرابي اللي هي مؤسسة يعني بتعتني بالصحة النفسية بشكل رئيسي ودائما نكون مبسوطين بس يكون فيه جلسات زي هيك منحكي عن الصحة النفسية بشكل او باخر بموضيع المختلفة وكثير من الوصولة اليوم انه احنا اليوم معك دانا منحكي عن اشيء اللي بدخل بالصحة النفسية ومحيط العمل او مجال العمل هل الاحتراق الوظيفي والاحتراق النفسي عشان بس نعرفه هو شو تخبره بصدر محمد نوع من انواع الطرابات المدرجية بين قوسين والاكتئاب اللي بتكون متعلقة بالعمل وعادة الاحتراق الوظيفي هو بتميز بتلت اشياء اول اشيء مزاج المتذني تاني اشيء الواحد بس مزاجه ينزل ببطل الو نفسي يشتغل فبس يبطل الو نفسي يشتغل اداؤه بينزل هو هذا الجزء التاني من احتراق الوظيفي والاشيء التالت انه بس اداؤه ينزل بصفي بلوم حال بحيث حاله هو مأصر بحيث حاله هو استعبان هو حدثية الاخير الاخير وبلد جلد ذات صح ف وبس يجلد ذاته مزاجه بصغير اسوأ ببطل عنده من يشتغل بلوم ذاته بشكل اكبر فبدأ بدخل نوعا ما بحلقة مفرغة من المزاج السيء جلد الذات والاداء السيء وهذا الاشي اللي مش سهل انه يطلع منه لحال مرات بيكون مرات بيكون مشكلة السبب هو ضغط من الشغل او نحطه بمواقف سيئة يمكن انت بقصدك انه انت خلصتي بالاخير انت خلصتي فانتهت ضغط النفسي بشكل او باخر حده بيخلصه بصير مشكلة بصفي اذا حده بتعرض الضغوط هو لساته على رأس عمله وممكن يضلوا على رأس عمله وبتعرضوا نفس الضغوط سنتين وثلاثة وثمسة وعشر صح فهنا بصفي المشكلة شوي اعقد تتعقد اكتر تعرف طارق على ذكر موضوع انه في ناس انه بيكونوا بيعانوا من الضغط المستمر اصدك فأثناء العمل فعلى هذا الموضوع اغلب الناس بتعاني من الضغط ممكن يكون مثلا اما من الشركة او المدير المباشر من الاشياء اللي انا برضو بتذكر اني مريت فيها الضغط المستمر لما يكون مثلا انت شخصية المدير المباشر ما عم بتساعدك يعني اذا كان هذا المدير من النوع مثلا او المديرة من النوع اللي خلينا نحكي ايش انت معملت انت ما في تقدير للك ما في هذا او ممكن يكون تمييز بين اعضاء الفريق كيف الضغط المستمر احنا مثلا عندنا هذا ال احتراق الوظيف اثناء المه تعامل معه كيف هلا قبل ما نحكي عن النصائح برضو مهم نحكي ان الضغط مش دائما بيكون من الشغل يعني مرات بالاخير احنا بشر احنا صحح بيحكو ان صيح الحياة العملية بس هذا الاشي عمليا مش سهل او اخرتنا نجيبها معنا على الشغل صح والعكس صحيح كمان واذا ما كان فيه طريقة جيدة للتعامل مع هاي الضغوط سواء في البيت او ضغوط العمل فهي رح تتراكم ورح تصير وضع اسوأ ورح يؤدي للاحتراق الوظيف هلا اكيد بيساعد اذا كانت المؤسسة مؤهلة انها تساعد يعني كان فيه مدير عنده ذكاء عاطفي كويس متزن بقدر شو اسمه الله مصدر محمد بقدر يحكي مع موظفينه بشكل واضح بقدر يرتب الامور ويسمع الموظفين ومشاكلهم بشكل واضح الاخ 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 فوقتيها بيكون اسهل او المؤسسة بتساعد بهذه الحالة انه الشخص يطلع من الاحتراق الوظيفي او حتى انه يتجاوزه انه ما يمرش فيه بس المشكلة بتصفي اكبر اذا فيه ضغوط في البيت والوضع الشخصي ما بيساعد انه شخص تعامل مع هاي ضغوط وبالعمل فيه بيئة ما بتساعد انه تعامل مع هاي ضغوط او ممكن حتى تزيدها فهون هون اللي بصيغ بصف اضع شوي كريت كيف رح يعرف الاعراض يعني كيف هيعرف انه انا فعليا عم بنقل هذا الاشي شوفي هو يعني هو انت حكيت شغلة مهمة وكيف بده يعرف هلا مرات بيكون مش سهل يعرف لانه بيكون الامور بتغطلط على الشخص لانه في ضغوط وباليت وضغط في العمل او ممكن ضغط العمل الطبيعي او منطقي ولكن ضغط البيت كتير عالي والشخص مش عارف يعني يتعامل معه بشكل او باخر والشخص برضه وفيه كتير ناس يعني احنا مشوفهم ما عندهم وعي ذاتي بشكل كافي يعني بيكون معصب وما بنتبه انه معصب الا بس حدا يحكينه او بيكون مزاجه سيء وما بنتبه انه مزاجه سيء الا حدا محدا يحكينه او ممكن يكون مزاجه سيء ويفكر انه سوء المزاج هو اشي ولكن هو اشي تاني يعني هذا مثال دائما بحكي انه فعليا واقعين بصير معنا انه بيجينا حالات احنا على موضوع الوعي تحديدا بيجينا حالات مثلا بحكي بنسأله اول جلسة شو سبب الزيارة بحكي 40 دقيقة اللي بعد هاي الجملة بكون بحكي عن مشاكل مع ابو مثلا فاحنا يعني احنا بنعكس له الاشي هذا بالاخير بنحكيله انتبهت انه انت اول اشي حكيت عن مشاكلك والشغل بعدين بقيت الوقت عاد تحكي عن مشاكلك مع ابو معظم الناس تنصدم يعني ما بتستوعب انه انه والله انا مشكلتي مثلا الشخصية هي اللي بناخد بلايش الاشي هذا ممكن يصير جزء رئيسي لانه احنا ما عنا وعي احنا منفكر انه احنا فهمين حالنا بس احنا مفهمين حاله واندائم بحكيها اذا البني ادم فهم حاله زي ما هو بتخيل كانت تخصص علم النفس مكانش الوجود بالاخير لانه احنا نتعامل مع ناس جزء كبير من جسلات العلاجية بتكون بتساعد البني ادم انه يفهم حاله يس فهي ما احنا بحاجة جاوب سؤالك او لا سينها النقاط بحب اذكرها دائما حكيت عن موضوع انه خلنا نحكي مثلا الموظف اللي عبر به هذا الضغط ممكن يكون سبب الضغط زي ما حكينا يكون سبب له علاقة بالعلاق وما صوتك بعيد كأنه صوتك بيجي من المايك اللي كان معاك يعني هلا هلا الفكرة اللي بدي احكيها انه انت حكيت انه اغلب الناس ممكن تجيب او يأثر عليها الضغط اللي موجود في العائلة او الظروف الشخصية بس كيف كيف هو بده يحاول يعني ايش تعطي انت يعني نصائح حتى يوعى يعني اذا هو ما لجأ لتسيل عرب ثيرابي او ما لجأ لطبيب نفسي فايش في شغلات ممكن تساعد انه يتعرف عها او شو الاسئلة اللي يسأل هلا حاله حلو هلا شوفي اول شغلة لازم الواحد يكون واعي على فكرة انه على الاغلب مش واعي يعني الوعي مش هنص الطريق لانه عارف انه لازم يشتر على الموضوع الشغلة التانية انه يبلش الشخص يسأل حاله اسئله انه انا شو صار معي او انا شو حسيت بعد هذا الموقف او انا مثلا اليوم الصبح رحت على شغل يعني اموري تمام شو اللي صار لحد عشان انا ساعة واحد الظهور اكون طفيت او اكون مزاجي او لزبون فلاني واس حكيت مع او الموظف فلاني واس حكيت مع شو عمل فيه شو كان تأثير نفسي علي بعد ما عملت انا هذا الانتراكشن او هذا الشغل اه فانه الشخص يسأل حاله بشكل واعي ويفكر فعليا والافضل انه هذا كله انه يبلش يكتب يعني يدون انه انا الصبح مثلا يرقم مزاجه او يطيع الامي مزاجه او الصبح كم مزاجي مثلا سبعة من عشرة اوكي ساعة واحدة كم مزاجي خمسة من عشرة طب ليه دول اتنين وان راح هل لانه انا بس بشتغل ولا لانه انا شو اللي صار اه ولا لانه صار في مشكلة في البيت حضرا علي من البيت يعني ضغطني وهو الواحد يعني يركز مع حاله و وغيرها كيركز على تأثير الناس عليه يعني اللي هاي شوي حكنا عنها بشوي انه هذا الشخص بس انا اشوفه ايش بصير فيه ايش بصير جوادي فيه ناس ممكن يشفوني فيه ناس ممكن يستنزفوني فيه ناس ممكن يبسطوني فيه ناس ممكن احب اضي وقت معهم فأنا افهم انا كيف ردات فعلي متعلقة بعلاقاتي مع الاخرين عم بضحك لانك حكت فيه ناس انا بحب اكون معهم فيه ناس بنرفزوني طب مرات احنا في العمل يعني انت فيه ناس فعليا بتحس انك انت بترتاح بالعمل معهم بس فيه بالعمل لا بتشوف فيه اشخاص او ممكن موظفين ممكن مدرة ممكن ناس بنفس اللفل بس بنفس القسم انت متطر تتعامل معهم بس انت فعليا لا تشعر بالراحة وبجيبو لك بصراحة يعني بتحسهم بضغطوك نفسيا او بضغطوك فانه كيف بدأت عامل مع هدول اشخاص شو بتنصح هلا شوفي الاشي الرئيسي بالتعامل مع هدول هو الواحد يكون يوضع حدود ويكون حازم فيها اه انه يعني اخذ علاقة عمل علاقة عمل محدودة نقاش بيبدأ وبينتهي بطريقة يعني معينة الحزم مش معناها انو انا اكون رود او اكون مش لطيف اه اكيد وفيه بتسامع وجهي بحكي بنبرد صوت واضحة فيه اي كونتاكت مع الحدا اللي قدامي بطلع على وجهه بحكي معاه بالوضيع اللي انا لازم احكي فيها اه 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 وانا بس وبضع حدود اذا شفت الحدا بتجاوز الحد اللي هو لازم ما يتجاوزه فانا بكل احترام بحكي له اسمع ليش هذا الاشي مثلا ما عريد دخل بالشغل او ما بفضل نحكي فيه هلا او ما بفضل انا مش فاهم كثير ليش انت بسألني عنه يعني ممكن تشرحلي اكتر فاهم كيف انو انا ادخل حدود بيني وبين هذول الناس كمان مرة بلطف يعني هذا كله لا ينفي انو انا ممكن اعمله بلطف وبلباقة وبابتسامة وباريحية بدون ما اكون من الحدا اللي قدامي صح هو هذا الاشي بحس بده تمرين كمان يعني بحس بدك تتمرن يعني بتذكر كمان انو هذا الاشي يعني هذا الاشي اللي مريت انا فيه مثلا قبل عشر سنوات لو كنت انو مثلا بعدين هلأ ارجع مثلا احكي قبل سنتين لتساب اتعامل معاه بطريقة مختلفة يعني يعني مش انو بصير فيه برود ما بدي احكي كلمة برود والناس يفكروا يعني انو خاصة الـ يعني صراحة بس يتعامل مع الناس كتير بمور علي اشياء بس وبحتاج فعليا وهذا الموضوع ما بعرف يعني انا بدأ احكي فيه ما بعرف قديش فيه حدا معانا اتش آر اذا فيه حدا موجود اتش آر يعمل اتش آر او او اي 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 احنا اتش آر مثلا طيب على سيرة الاحتراق الوظيفة انو اكتر ناس فعليا بتعاملوا مع موظفين هم الاتش آر يعني بتعاملوا مع كتير اشخاص واصلا بيجيك الموظف يعني هو بيجيك سواء موارد بشرية خلينا او حتى مدير جاء الموظف محترق وظيفيا ومخلص يعني ما بيقدر هو يعطيك شو بتنصحنا احنا نعمل مع هدول الاشخاص حتى نقدر نحفزهم يعني شو دور المدير والموارد البشرية اتجاه الناس محترقين مهنيا شوفي هلأ هلأ هو بيعتمد كثير على الحالة يعني يمكن ما في جواب يركب على كل الحالات بس بيعتمد على الحالة بشكل أو بآخر وبرضه يعني يمكن يجاوب يكون جواب عام بشكل أو بآخر هلأ اذا كان في شخص محترق وظيفيا فمهم يكون في مهم يكون في تدخل من الإدارة طيب ما بنفع انه ينترك ما بنفع انه ينترك فانه في الشيش يعني بصير صح في حدا في طاولة مولعة جنبك ما بنفع صح كيف صح هاي شغل ولكن على الصعيد الآخر ما بنفع ان المدير يلعب دور المعالج النفسي المدير أو الاتشار لازم يكون هو عارف شو حدوده عارف شو بقدر يساوي عارف كيف بقدر يساعد وكيف مش لازم يحكي أو يدخل فهدولة فهدولة هم اللغطتين رئيسيات خليني نحكي الجنرال فكرة انه المدير أو الاتشار يكون حدا يعني الذكي عاطفيا بقدر يسأل أسألة بقدر يسمع منيح بقدر يفهم الرياكشنز بقدر يحدد مرات شوفي أشياء بتساعد شوفي أشياء ما بتساعد وكثير يعني كثير بتحي المشاكل كثير بتدعم مش كل حد عنده هاي المهارة مشان هيك إذا في جملة واحدة اللي بحب أنه المدرق يحكوها أو الاتشار يحكوها هو لأنه يوضح للموظف أنه يمكن أنا مو فاهم الإشي اللي أنت بتمر فيه بشكل كويس بس أنا فاهم أنه أمورك مش تمام بإحسن حالاتك وإذا احتجت مساعدة أنا موجود يعني هذا بس يعرض فكرة أنه أنا موجود للمساعدة مرات كثير كثير بتفرق عند الشخص اللي هو يعاني أو بمر بضغطات نفسية فهذا الإشي بساعد ممكن برضو أنه إذا حاب بتحكي إذا حاب تفضف إذا حاب نطلع نتمشى إذا حاب الأوقات الدوام ولكن بره بمكان تاني فكرة أنه أنا أعطي بوضوح للحد اللي قدامي أنه أنا يمكن ما أقدر أساعدك بكل إشي بس أنا موجود إذا أنت حسيت في طريقة بدأ أساعدك فيها وهي بتعطي للشخص إحساس أنه هذا الشخص مهتم يمكن ما يساعدني يمكن ما أطلب منه مساعدة ولكن هو أعطاني إشارة أنه مهتم فيه وهي بتفرق تفرق كثير عند الناس اللي بتاع ني صحيح رح أرجع نهاد للسؤال بس في لأنه إله علاقة بالموضوع اللي عم متناقش فيه هلأ بس أنا عندي سؤال برضه طارق أنه فاقد الشيء لا يعطيه مرات المؤسسات من كتر ما بيكون فيها أسباب صراحة يعني فشل مؤسسي بدي أحكي يعني بيكون ما فيه منظومة مؤسسية كاملة هذا للأسف بيخلي من المدير للموارد البشرية للموظف كله بيكون مولع يعني أحكيها بصراحة مع بمزح يعني فيه مرت علي مؤسسات فعليا هيك فإذا هو الموارد البشرية نفسه يعني مش قادر أو المدير مش قادر أنه يعطي هاي الكلمات الاهتمام أنا فاهم إنها لازم بصراحة بس مرت فعليا بيكونوا محروقين يعني بيكونوا تعبانين فما بعرف إنه شو يعني بدو يسا يعني بعرف إنه لازم هو يروح لطبيب نفس أو إنه المؤسسة تساعده بس انت شو رأيك بهيك كيس يعني أو مر عليك هيك إشي يعني ما بتأذري يعني تعقزي حدا ورجليك مكسورة فهمك كيف يعني أي شغلة رئيسية صح تنطبق على طب العظام نفسي و وكيف يعني إذا أنت أوردي يعني مولعة أو أمورك يعني أنت عندك احتراق وظيفك كمديرة مؤسسة أو HR manager أو وتبر تكون بطير صعب إنه أنت تبلش تساعدي حدا غيرك يعني أول حدا لازم يأخذ المساعدة هو أنت صحيح يعني هاي هاي بالدرجة الأولى لازم أنت تقدر يتوقف فيه تسند يطولك تكون أمورك طيبة صح وبعديها تفكري يعني أنا ممكن أساعد لآخرين غير هيك بيكون حكي فاضي فانيا أنا كمان أنا بتفق معك يصف هي هاي و وكان مره يعني بالأخير والأخير طالع عليها إحنا كمؤسسات الموظف اللي عنده احتراق وظيفي عندي هو كوست على الشركة يعني أنا أنا صاحب مؤسسة أناني جدا يعني أفترض أنه صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة هو شخص جدا أناني وما بهمه إليه فلوس فعليا الموظف اللي عنده احتراق وظيفي هو كوست على الشركة خصوصا إذا إله سنين صح وإذا بدي يستبدله برضو فيه هذا كمان كوست على الشركة. فبكون الحالين أرخص عليها أنه هو يهتم بحاله كمدير شركة لأنه برضو هذا كوسع الشركة وبعدين أنه يهتم بالموظفي. انتبعوني. صح. لأنه الموظف المبسوط هو أكسسي وحاسس بارتياح وصحته النفسية كويسة رح ينجز كتير أكتر الموظف يعاني من الصعوبات. صح. فبرضو هاي بحسب الموضوع. تذكرت شغلة. مرة اشتغلت بشركة وكان فيها تغيير. تعرف لما يصير تغيير أصلا طارق قديش هو التغيير إذا لم يتم إدارته بطريقة سليمة على الشركة. يعني مثلا نحكي صار فيها دمج. صار مثلا أنه شركة شرط شركة. تعرف قديش أنت بصير فيه أصلا يعني موظفيين بصيروا عندهم حالة من عدم الأمان الوظيفي. بخفوا كتير. فدائما إحنا يعني الـ HR بيكون هنا وظيفته أو الـ change manager لأنه يعني ما بيجيبوا project team هو بيمسك قيادة المشروع للتغيير يعني ما الـ HR بيفوت. لازم يكونوا عاملين شو خطة تواصل. communication plan واضحة. يحكوا لهم للناس إحنا هاي المراحل تبعتنا هيك وظائف. اللي صار شو إنه هاي الشركة للأسف ما تتعرضت الموضوع صح يعني أو فريق التغيير خلينا نحكي. إحنا كنا الـ HR بره. فشو اللي صار إيجوا بعدين لما شافوا حالهم يعني جابوا هدا فريق التغيير من بره. طبعا هاي المشكلة إن إحنا دائما مرات منجيب الفريق من الخارج. بيجي لك لها بلد تانية. فتحس إنه مش عارف إيشي. طبعا هاي المهم إيجي الـ HR لقى حاله بآخر الدمج. يعني بعد نحكي إحنا معنا كان 12 شهر ترى كلهم بس شهر للـ HR شو اللي صار ببالك من الاحتراق الوظيفي تبع دركتر لا تحت كله هرب كله هرب يعني صار الواحد ودي يلاقي وظيفة يهرب لأنه هو فعلياً الـ HR محترق مهنياً فكيف بده يعالج المشاكل اللي عم تطلع من هذا التغيير والناس المحب والناس الانه وين يلاقوا إشي ويطلعوا مين اللي لبس لأنه كنتش مدورة على شغل أنا أنا بس إنه وقتها بتذكر شغلة إنه حتى التيم اللي كان باقي معنا كان محترق وظيفياً جداً لدرجة هستيرية إنه طلع على حتى طلع يعني من الأثار اللي طلعت كنت أشوف الصراخ كنت أشوف بوكاء كنت أشوف يعني أثار كتير طلعت فإنه أنا بتذكر يعني أنه يعني أنه بتذكر فعلاً أنه كلامك صح إذا أنت مش قادر يعني مش قادر تتعكز أو أنت مش قادر تقوم بحالك مش حتى قادر تقوم في في اللي حواليك أو في المؤسسة وهون وهنا سؤالني هذا اللي عم تحكي عنه ممكن نعرف ما أسباب الاحتراق الوظيفي اللي بوصل إلى الموظف لهاي المراحل برأيك جميل الأسباب بشكل رئيسي نحن نحكي عنها دائماً ملتي فكتوريال أو متعددة الأسباب ما في سبب واحد يعني الجينات بتلعب دور البيئة اللي هو المحيط للعمل والإدارة والحياة الأسرية بتلعب دور وبرضه طريقة التنشئة وطريقة التفكير وغيره برضه بتلعب دور ممكن ناس أو شخصين واحد فيهم واحد يصمد ليش؟ لأنه هذا جيناتو بتساعده أنه يصمد هذا جيناتو بتسهل عليه أنه يفوت باحتراق وظيفي فهم هاي هي الأشياء بالعادة اللي هي بتسبب وفي ناس بكونوا إحنا منشوف مثلا التوائم إذا واحد فيهم فات باكتئاب أو باحتراق وظيفي فالتوائم بنسبة 50% بفوت بنفس الطراب فهذا برضه بورجينا أدي الجيناتو بتلعب دور بهذا الوضوع فهي هاي الأسباب بتاعت الإحتراق الوظيفي وفيه كمان سؤال سأل لتوني هاد بس مش قدر كيف الموظف اللي عنده احتراق وظيفي يصبح مكلف على شركة والسؤال مش كتير أنا واضح بالنسبة لي ما بعرف إذا طارق إنت هو بتخليل لأنه كيف هو بده يدير شركة إذا أنا فاهم ممكن يصبح آه يصبح تكلفة تكلفة بتقولك على الشركة آه تكلفة إذا هو إذا هو ما ما بينجز بالأخير يعني يعني الشخص بالأخير الشركة بتدفع راتب لموظف عشان ينجز إشلي والإشي هذا بشكل أو بآخر لازم يعود عائد للشركة عائد اللي هو داخل للشركة إذا هذا الموظف بطل ينجز وإنجازه يعني صار أسوأ فالعائد اللي حيرجع للشركة أقل بشكل مرضقي وراتب ورح يضلوا ماشي فأنا حسن فيدفع راتب كشركة لموظف مش عائد بنجز هاي كي يكون تكلفة تكلفة صح آه عسرت التكلفة اللي عم بيحكي عنها كمان طارق أصلا يلا يتقبلوا أني أنا صرت أول إشي مسؤولة عنهم هذا أول هذا أول إشي فهو هذا قديش أحرقهم أصلا أنه إنا إحنا سنين وعلا جابوا فهم كيف هذا أول إشي الثاني شغلة أنه كمية الشغل وعدم التخطيط اللي نازل كان إشي لا يعقل ثالثا كان إدارة جديدة كل هدول العوامل بتذكر اللي كانت عم تمسك الرواتب أول إشي يعني مرة فعليا خبطت التليفون في هذا الحد ونهارت يعني بتذكر لما شفت هذا المشهد أول إشي رحت عملته حكيت مع ما بعرف كيف مرات الله بيعطيك القوة والصبر يعني ما بعرف كيف الله هيك بيعطيك الإلهام يعني دفشت حطيت سور يعني حطيت إيديي ورجديي يعني مع الإدارة وقلت لهم هذا التيم اللي ضل هو اللي بديو يشتغل يا بتحترموهم بتدفعو لهم يعني حطيت أنا كل قواي إني أقدر أجيب أو مزايا لهدول الناس عشان أقدر أخليهم يكملوا لأنه إنت متخيل أنه ما في يعني يعني ما في ولا إشي ولا إشي يعطيهم دفع ف وهون عن جد يعني معيني أنا من جوا كمان أنا ما تفكر كنت بدور على شغل وكنت كتير مأزية يعني كنت أهي بس هو مرات ربنا يمكن بتفش ناس أو بحط ناس هاي فأنا بتذكر أنه على سيرة الإنتاج اللي عم تحكي عنه أو بيحكي عنه ما بعرف أنه نهاد هو الفكرة أنه فعليا في ناس بيوقفوا شغل يعني بسكر بعمل بلوك دماغهم ما بعرف إذا هذا أعراض صحيحة بلغة طبعا طبعا هي واحدة من الأعراض وهو توقيف الشغل هذا مش بالضرور يكون بإرادة الشخص يعني كتير من المرات ويكون توقيف الشغل هو إشي خارج يعني إرادته يعني هو بحاول يشتغل بس مش ظابطة معه مش ظابطة معه يفكر مش ظابطة معه يركز مش ظابطة معه يفكر بعمق يحلل يتذكر في ناس نوعا ما ذكرتها بتدهوى صح إله 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 بس بدي أرجع على شغلة اللي هو موضوع الأسباب هلأ هنا حكنا الأسباب يمكن بشكل عام بس لأنه بتخيل كتير من ناس بتهمهم الأسباب اللي من بي العمل أو بي صح ففي يعني في مجموعة لو بنتطلع على الأسباب اللي هي بتزيد من نسبة الاحتراق الوظيفي أو بتزيد الاسترس اللي هو بالأخير هو يزيد من نسبة الاحتراق الوظيفي فإحنا نقسمهم لقسمين بالعالم في أسباب داخلية اللي هو أنا كشخص كيف بفكر أنا كشخص كيف شخصيتي أنا كشخص كيف بطلع حالي كيف نظرتي لحالي كيف نمط حياتي وفي أسباب خارجية أسباب خارجية زي أنه أدي الإدارة متعاونة أدي في هل في تنمر ولا لا هل في عنف ولا لا هل في تحييرات كثيرة زي متفضلت إحنا كبني أدمي منخاف من التغييرات غصب من عنا هذا التفعل طبيعي تكون في تغيير إحنا ما منحب التغيير إحنا نخاف منه وممكن تغيير ما يكونش إلو دخل بالشغل ممكن تكون تغيير إلو دخل بحياة الشخصية صح زي مثلا أنه والله حدا أجاء ولد بهاي الفترة أو أنه والله مثلا الوحد ده خط بط بده تتزوج مثلا بده تنتقل من بيت أهلها لبيت الحدا تاني حدا صار معه حادث هاي كلياتها تعتبر أسباب بتزيد من السترس عند البنية هذا صح يعني في مثلا حكينا أسباب الداخلية للسمات الشخصية الناس المثاليين هدولا بتعرضوا بيعرضوا حالهم للسترس كتير عالي لأنهم بدهم كل إشي مثالي وبالأخير الحياة مش مثالية الناس اللي بظلهم يشتغلوا ما بيأخذوا بريك الناس بيكونوا خلقين وفي ناس برضو بيفسروا الأفكار اللي بيجيهم أو الانتقادات أو الناس اللي بيجيهم بطريقة بتضطرهم زي الناس اللي بتشخصن الأمور صح وبتعمم إنه أكالي إنه هاي غلط معناها هو حدا سيء وبكراني و مرحمك والله صراحة هذا الموضوع طارد أحكي لك أنا وأعترف لك إنه أنا حدا كتير كان عندي احتراق وظيفي بسبب البرفكشنست العالي تبعي خليه مفعني كنت كتير كتير أميلا لأنه يعني بحب إنه كل شي يكون آه صح زي ما بدي وهيك وأبصر شو هلأ كنت أعمل بس أضل وراء التيم إنه يعمل الإشي بالطريقة اللي أنا بدي إياها مش مايكرو مانجر بس كنت توميك شور إنه هذا كان يعمل لي ألأ وضغط خلص إنه إذا نسوى نسوى المهم أنه يتسوى فمرات إنه إحنا فعليا إنسان بيكون عنده صفات شخصية أو عادات أو إنه هو نفسه من جوا أشياء هو اللي بتساعده على الاحتراق يعني هو نفسه صح صح مية بالمية آه لأنني هذا عم بسأل أو عرف بتسأل أو بسأل إنه أنا فهمت أنه احتراق ووظيفي يسبب حالة نفسية بسبب مشاكل العمل وليس بسبب المشاكل النفسية الخاصة بالموظف فهو لا هو ممكن السببين صح يعني ممكن أنت يكون عندك مشاكل وممكن بسبب العمل مية بالمية هلأ هي مرات مش إنه أنا عندي مشاكل أنا طريقة تفكيري بتزيد احتمالية أنه يصير عندي مشاكل صح يعني هي هو احتمالات يعني إذا أنا حدا بالعادة متشائم أو أنا بالعادة حدا بلوم ذاتي ودائما بشوف أنه أنا حدا سيء نظرتي لنفسي دونوية إذا أنا حدا ما بنام يعني أنا دائما بحكي ما فيش حدا إلو أسبوعين مش ناية مصحة النفسية كويسة حدا البني هذا مش موجود فإذا هاي الأشياء كلها جواتي أنا أنا بطريقة تفكيري هيك شخصيتي هيك هذا رح أرفع احتمالية إنه الضغط اللي بالشغل يدخني بالاحتراق الوظيفي مش لأنه يعني نفس الضغط لو تعرضوا على اثنين واحد بشخصا الأمور واحد بنفس الوقت وتعرض عليه لحد بيأخذ الأمور بطريقة يعني بشوف الزاوية الرمادية خميني نحكي وبنفس الوقت مش واقعي واحد فيهم رح يفوت باحتراق وظيفي والتاني لا إذا افترضنا أن يكون العوامل متشابهة شكرا نحن ناخد كمان سؤال من فريال عجبني هل الشخص نفسه بيقدر يطلع من الاحتراق الوظيفي لحاله ولا لازم يكون في حل من الشركة نفسها شوفي هلا هو حسب الليفل يعني إذا حدا وعع حاله بأولها إن هو أعب يفوت باحتراق وظيفي وبلش يأخذ إجراءات هنا ممكن إذا حدا لا والله فات وغمى بصفي الموضوع شوي أصعد ومش بالضرورة يكون أنه السبب أنه الشركة تتغير ممكن زي ما حكينا في أسباب داخلية الأسباب الداخلية هاي ممكن يساعد فيها أخصائي نفسي مثلا أو دكتور نفسي وبس غيرها ببلش هو عنده قدرة أعلى أنه يتحمل الضغطات أو يتحمل أو أنه يطلع من موضوع الاحتراق الوظيفي لأنه مشكلة الاحتراق الوظيفي أنه حتى لو راح السترسر حتى لو راح المدير اللي بيضغط أو الزمين اللي مش لطيف أو مش عارف إليش بيكمل فهم كيف هو أوكي سببه ممكن يكون موقف أو شخص أو 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 جزء من السبب ولكن مش بالضرورة إذا راح هذا العامل لأنه معناها أمور تصير أحسن صحيح في حدا كان عامل ريز هاند اسمه خالد خالد بتحب تسأل أتفضل خالد I think you can unmute yes نروح أجرب I think بس دقيقة خالد أوكي طبعا في أسئلة تانية موجودة هلأ من أخدها كمان كل حدا سأر راح نجاوب عليه تفضل كي سدواني I cannot unmute him بتخيله بقدر يعمل mute تقدر أنت بتعمل unmute خالد من عندك yes من فرض أنه أتوقع لأ طب خالد بتقدر تبعت لنا على تشات أوكي مو مشكلة ناخد سؤال تاني مع بينما نخل خالد هذا في عنا سؤال لديه شوي في سؤال شفته عن البيئة بتقول لك في سؤال أنه هل ممكن يكون أنه بيئة العمل عن بعد تسبب تأثير العمل عن بعد أنه شو شو علاقته بالاحتراق الوظيفي عدم التواصل مع الزملاء بشكل وجاهي هل ممكن يؤدي إلى الاحتراق الوظيفي شوفي هو يعني حسب كيف يعني في أكتر من عامل أو أكتر من ضرر الموضوع العمل عن بعد خصوصا المؤسسات اللي قلي عن بعد وممكن الناس اللي بيجتملوا معك ومش من نفس ثقافتك أو لغتك أو المشكلة رئيسية بتصفي هو أنه كيف العلاقات الاجتماعية خلال العمل لأنه بالأخير إحنا مهلوقات اجتماعية إحنا كبني أدمي ومش ما منعرف نعيش لحاله لازم يكون حقا إذا أنا والله اللي مش عارف ثلاث سنوات عايش بمؤسسة وحاس حالي لحالي فهذا يعني عامل توتر أو عامل فالشخص عاد بده يشوف أديه وقدر يتحمل إشيه هذا أديه بده المشكلة وصراحة أنا فتفق مع لينا هي لأنه أنا هلأ بشتغل عن بعد فأنا شايفة يعني هو إذا أنت ما بتحطي رذم معين إنك تحاول تلتقي فيهم أو تحاول إنك تطلع تكسري هذا الروتين حيصر في عندك سترس وبتحسي حذك عم تحترقي مش إنه بسبب الوظيفة هو بسبب العمل عن بعد هو نفسه مش سهل بصر في ما بعرف إذا في حتى اسمها متلازمة بيحكوا عنها المتلازمة العمل عن بعد ما بعرف حقولي إنه هاي بصير إنه بصير في كسل شديد عند الإنسان مرات إنه يعني يتكسل يطلع وهيك فأوكي حتى أنا يعني مرات بحكي ليش أطلع وأزمة وهيك خلص خليني في كمان كارول تحكي عندما الشخص يعاني من احتراق وظيفة وأيضا مشاكل خاصة ويقرر إنسحب من الوظيفة هل هو ضعف في شخصيته أو وعي ذاتي على ضرور الترك بأضارة ما هو التقييم شوفي هلأ هلأ ينديم بحكي إنه الأجوبة اللي نعطيها هي أجوبة عامة ممكن تكون مفيدة لكارول ممكن ممكن تكون مفيدة لكارول بس هي أجوبة عامة بشكل رئيسي هلأ يعني يعني في في جملة ما بعض في حديث ولا لا بس أنه بتحكي اعتذر ما يؤذيك في إشي أذل إليك وإنت بتقدر تبعد عنه والبعد عنه راح يكون منطقي ف ابعد عنه بس فكرة ترك الشغل مش إشي سهل يعني مش إنه طريق تاني بتقدر تسلكه وتغيير كبير وتغيير كبير أريدي بعمل ضغط حكينا أنه تغيير أبني أدمير ما أحب التغيير فأنا دائما بفضل أنه البني آدم يحاول يشوف خلول جوة المؤسسة نفسها ممكن عن طريق أنه يحكي مع الإدارة ممكن عن طريق أنه يشتغل أحاله أكتر ممكن عن طريق أنه يحكي مع مفتص أخصي نفسي أو غيره قبل ما ياخد هذا القرارة صح وكمان في أشياء بتلعب دور أشياء تاني بتلعب دور لها علاقة صراحة يعني أنه أنت وين وصل بالكارير تاعك أنت بأي مرحلة لأنه هلأ خاصة يعني في فترات إحنا ما مننصح أي حدا يترك فيها الشغل لما يلاقي فرصة تانية كارير بريك مش موجودة في مجتمعاتنا العربية عشان أكون صريحة هاي يعني بحكيها من اللي أنا بشوفه فدائما حتى بيجي طارق الناس بحكولي بدي أترك طب شو اللي بلان ما في بلان طب هو ممكن بالعكس أنه أنت تنضر نفسيا أكتر إذا أعدته ما لقيت شغل فأنا مع أنه الإنسان يواجه دائما يعني برضو ما بدي أنا زي ما أنت حضرتك حكت طارق أنه كل حدا إله حيثياته إله ممكن يستشير برضو حدا من عندكم برضو من عرب سرابي أو حتى ممكن كارير كونسلين بس أنه يوصل لنتيجة صح طيب في كتير أسئلة رح أخد ازدهار تفضل بتقدري تونميوت يورسلف مساء الخير وشكرا كتير على الحوار اللي كتير حل وممتع هلا وسهلا ما عندي سؤال بس أنا هاي التجربة المريت فيها بداية حياة العملية رح أحكي بالمقتصر ما كنت رجعني عن منصب الوظيفة فكنت دائما عن طالب بترقية أو انتقل لمنصب ثاني هلا لأنه خبرتي كانت بسيطة ففي تفاصيل ما كنت كتير استوعبة فكانت الإدارة عن دابوليسي معينة فحاولت تبرو ثاني ثلاثة حكيت مع المدير المباشر وحكيت مع قسم الإجار ولكن ما كان فيه تجاوب جيت سألت حالي السؤال الثاني طيب إذا الإدارة ما عن تتجاوب معي أنا شو بدي يساوب ضمن هيك فاتجهت للطريقة الثانية اللي هو صرت أنا طور مهاراتي ضمن المجال اللي أنا بحب أن الإدارة أني أنا بدي ترقية كان جواب نفسه لا تميل بالكورسات ولا في ترقية فلما حسيت حالي بهذه الفترة أنا أخلقت الحافظ لنفسي أنه أنا هاي الفترة أوكي أنا في عندي راتب هذا الراتب يساعدني أني أعمل دورات أنا أطور مهاراتي بالتعامل مع العملاء مع الموظفين مع المدير كتير تفاصيل فأخذت من جانب ثاني لما بهذا المكان أجيت لبدي قدم استقالتي هون المدير لعب دورك كتير حلو المدير حكاني بوضوح بصراحة أجا قال لي أنه إزدهار أنه نحن البوليسي بالمؤسسة واحد اثنين ثلاثة أنا ما فيني قوعدك بدقي بس أنا فيني قللك أنه طول بالك إذا أنت ما لك بأمن فرصة عمل أعطي حالك مهلة دوري فرصة عمل بتحسي حالك مرتاحة فيها وخلي هذا الراتف هو حاليا عم بيسندك وبدعمك لحد تلاقي فرصة عمل تانية وأنا بهاي الأزناء إذا فيني إدعمك وساعدك تحصل على الترقية فأنا جاهز هذا الكلام كان كتير حلو هلأ الشير حكي دكتور مشكور كتير يعني دائما الاحتراق الوظيف للمؤسسة بتلعب دور إنه تساهم إنه تخفف أو تزيد بين هاي النسبة طب اليوم أنا دائما بحط المسئولية علي أنا كموظف إذا الإدارة ما أنا عم تلعب دور أو هاي هاي سياسة الإدارة فأنا فيني اتشي إبلوش اعتمد على حال وطور مهاراتي لما بيجي الوقت المناسب وحسيت حالي ما في مجال وعم ضيع وقت ما عاد فينا عم بحطي ولا عاد فينا عم باخد بالعمل وفعلا وصلت لمرحلة تعبت نفسيتي جيت قدمت استقالتي بس لما قدمت استقالتي أنا كان إلي فترة سنوات تورت مهاراتي بنيت شبكة علاقات صار في عندي شغل مستقل خاص وأساس شركة خاصة فيي فصار عندي القدرة إني أنا قدم استقالتي وأنا جدا مرتاحة بس هذا أخذ مني سنوات خلاني أكون أنا كتير مرتاحة لحتوصلت لهاي المرحلة فأنا بشوف هاي وشة نظري والدكتور هو بيعطيني رأيه بالموضوع اليوم أنا لما بكون عندي إدراك وواعه بتحمل المسؤولية وبصير بشتغل على تطوير مهاراتي الشخصية فأكيد قولة واحدة بالنسبة لإلي أنه ما رح يوصل أي شخصا لمرحلة الاحتراق الوظيفة لأنه رح يكون دائماً بالساف سايد وعنده قدرة قدنه يتعامل مع كل المواقف مع كل الظروف أنا لما تركت الشغل كانت بفترة ازدهارت أغلبك بس ممكن نختصر شوي عشان ناخد كمان أسئلين نفتح الباب لمجال لنا شكراً كتير لحضرتك بالعكس شكراً على شكراً على مداخلتك شكراً أنا لهون بس كنت بد أقول أنه أنا بفترة الكورونا العالم متمسكي بوظيفة أنا تركت الشغل لأنه كان عندي شغلة وكنت كتير مرتاحة شكراً كتير بعتذر إذا أخذت منذ شكراً إليك ازدهار شكراً طارق بتحب تعلق إشي على مداخلة ازدهار يعني صدقاً أنا بس عشان الوقت بفضل ناخد أسئلة أوكي أسئلة طيب بالأخير كل هذا إلي تجربته أوكي بدي أطلب من الأشخاص اللي رافعين إيديهم أني هات صراحة إذا بتخيل أنك سألت أسئلة بدي أعتذر منك لأنه أخذنا كتير أسئلة من طرفك خالد إذا سؤال تفضل يعطيك العافية وعافيك أهلاً يعطيك العافية وشدان وعطيك وترطر يطير عافية أهلا وسهلا فيك الله يسلم أنا اشتغلت بسرطر طريقة جداً مشتغلت بعشر شركات عمر ثلاثين ثانية تسع شركات نجاح فوق الموصوف فوق الممتاز وشركات قطاع خاص وراتب متوسط الأقل يعني خمسمية وأقل ورحت بالأخير اشتغلت بشركة حكومية وراتب مرتب ثالث عشر رابعة خمس عشر صار فيها مواقف بتمنى إني احتراق وظيفي انصهار صار وظيفي للأسف فبحاول أغير كارير صار تأخذ أي دورة صار تخبطات صار عندي بلوك بلوك بحياتي صار عدم توازن كامل في سؤال خالد هون لأنه لازم إحنا ننهي أنا آسف كتير نعم عمل بس شغل واحدة اللي في عن طريق وستطرق السفدان فحص وظيفي وظيفة بالناس وشخصيتي طلع فيه في ذكاء جسدي بصري من الحكي هذا بدي أحاول أعمل شغل كارير حتخلص صار ما متلازم كورونا عصري في ذاكرة كيف ممكن أنا أطلع من هذا الموقف بس سؤال إنه كيف أطلع بس أرجع بس أرجع نفسي قبل عشر سنين أنا أحسن من هيك بسير بالأسف وقتال حكومي بحاجة إلى تطهير هو أنا عشان أتأكد أني فاهمك صح أنت مريت بتجربة وظيفية سيئة أثرت عن صحتك النفسية وعلى مزاجك وحاليا أنت تسأل كيف هو ممكن تطلع من هاي النفسي السيئ فيني دكتور أنا أخذت فيك يا بأفكرة طلعت في دونس صاري منه شوية صاري فترة غاب صحصة شوية يعني ثلاثين سنين وبهذا بتفكر صورة بانتيقة كمات كبيرة يعني صراحة تصفي تحسن أوكي وحاليا الوضع بيكون أحسن ولا حاليا لا كل بالعكس كل ما واجه عمل مسكري ما واحد قاعد برتاح كل ما بتخلص مع علاقة السامة ويبتعد أكثر قاعد برتاح أكثر قاعد بواجه شوية بالعلاقة السامة بس فيه انفجار رخم يعني أنا حاسب لو قد دائم بس كل يوم بقول إنه كل ما بكرت الوضع يعني بدي أطلع وفعلا إذا طلعت بردارتاح لأنه في صراحة الدكتور الصحة نسية هم يعني تزماني ذيك حتى الآن وانا وستطعش هلتها النسية ما يديش أضل من هالقطاع هادي أرجع القطاع الخاص في مكان هدول عشرين بألف وثمين واربع وعشرين هو إيش السؤال بس أنا لأنه مواضح لأيلي خالد السؤال بعد هالتجربة السيئة هاي كيف أتخذ هون المرحلة وحول بدي أرجع للقطاع الخاص من القطاع الحكومة هذا هذا إشي أكتر كارير وايز هل إذا في سؤال لدكتور طارق يساعده إليه علاقة بالإحتراق الوظيفي بالإحتراق الوظيفي وبتخيل بتخيل السؤال يعني وسيحكي أه أولاد أنا فهم صح أنه إنت وضعك النفسي صار أسوأ فشو ممكن تعمل عشان صير أحسن صح؟ نعم صح؟ نعم نعم علم أنه صار عندي بلوك بالوظيفة يعني بديش أتعلم صور كنت بتعندي خاصية تعلم كثير كبيرة أسكر هان الشغل على آخر يعني سألو حكوم المدير بالشرك كما بدي أها أوكي شوك هلأ في يعني كام مرة بدي أسأكد على شغلة أنه أنا اليوم عشان أقدر أعطيك مصيحة أو أقدر أساعدك لطريقة أنه هاي تكون مناسبة لخالد تحديداً لإلك ما رح أقدر أعطيك هلا لأنه أنا ما بعرفك وما حكيت معك بالعادة عشان نقدر نساعد الناس نحتاج أكتر من جلسة عشان أن نعرفك ونعرف كيف نشئتك طريق تفكيرك وشو بصير معك في التفاصيل وإلى خلا خلا وشو في أشياء جربتها وأشياء ما جربتها وغيره بس اللي ما أقدر أحكيه هو نصائح عامة كامرة ممكن تكون مفيدة لخالد وممكن ما تكون مفيدة لخالد فهاي مقدمة جدا مهمة بس عشان توقعاتك تكون في مكانها هلا الأشياء العامة اللي أنا بقدر أحكيها على أي حدا بيمر بيوضع نفسي سيء أول إشي فكرة هو يكون واعي أنه حاليا بيمر بظروف سيئة وتشفز هذا الإشي موجود عندك خالد هذا إشي كويس الإشي الثاني أنه شوفه شو بقدر يعمل عشان يخفف من هذا الإشي و شو فيه أشياء ممكن يعملها زي ما أنت تفضلي ممكن أنت تبعد عن الناس بأدوك وفيه أشياء أنت ممكن تعملها برضو بتخفف من الضغطات النفسية هي خارج العمل أو خارج إطار العمل زي مثلا فكرة أنه أنت تنتبه على يعني هي أشياء بسيطة ولكن بتفرق كتير زي مثلا الرياضة أنك تمشي عشر دقايق في اليوم ربع ساعة في اليوم هاي الطاقة السلبية اللي أنت بتاخدها من عملك بتطلعها فهم كيف وكامر رح ما بنحكي أنه رفع أثقال أنت أمشي عشر دقايق ربع ساعة في اليوم إذا أنت بتطلع بالمصعد اطلع بالدرجة صوف سيارتك شوي بعيد عن بيتك أو عن محل اللي أنت بتروح عليه تأكد أنه أنت بتنام منيح لأنه إذا أنت ما بتنام منيح وضعك ما رح يكون إلا أسوأ فدائما تأكد أنه أنت بتنام منيح في تمرين بسيطة نحن دائما نصح فيها وهي تمرين تنفس أنك تاخد شهيق تعد فيه للأربعة تعمل بوز لثانيتين بعدين زفير وأنت بتعد للأربعة تاخد شهيق عميق تحبيصه ثانيتين ترجع تطلع زفير عميق والأشياء الثانية اللي هي بتخيل يعني أحكي عنها أكثر لهو كيف تتعامل بالشغل عشان تخفف من الضغط بالصحة النفسية يمكن صعب هلأ أحكي لك إياها لأنه أنا ما عندي معلومات كافية بس هي المعلومات اللي حكيت لك إياها هي معلومات تفيد كل حدا وتأثيرها بالعادة هي أكبر ما الواحد بتخيل فبس هاي إضافة تعليقك أخ خالد شكرا خالد وشكرا طارق صراحة جواب رائع فخم إحنا كتير مننسى مرات نتنفس والله أنا أنا بنسى كتير أتنفس وبنسى كتير وهم إشي صراحة 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 يعني ما بعرف إذا أنا صحة وغلط بس بحس الرياضة بتحل 90% من المشاكل لأنه أنت بتروح بتنفس بتتنفس بتحرك حالك دماغك بتحرك حتى الطاقة كلها بتتحرك بس كمان بدي أتشكر طارق دكتور طارق على هاي الجلسة وبدي أعتذر لكل شخص ما قدرنا ناخد الاستفسار لأنه حتى في ناس بعثوا لي طارق لحساسية المواضيع بعثوا لي واتس أب تخيل قد ما هم ما حابين يسألوا فبدي أحكي إنه شكرا للكم فردا فردا الأشخاص موجودين معنا 40 شخص واللي ضلوا لآخر الجلسة إذا عندكم استفسارات أخرى وحابين أكتر تسألوا إذا في الاحتراق الوظيفي أو أي شي بتعلق بالصحة النفسية تقدروا تستخدموا تطبيق عرب ثرابي حضرت لكم اللينك تنزلوا التطبيق ورح يكون في 50% على أول جلسة و15% على باقي الجلسات باستخدام كودي دانا حسن أي حدا بقدر يستخدموا وينتفع من هذا الخصم أما الناس اللي سألوا أسئلة كتير ثانية أنا كتير آسفة برتب مع طارق لقدام ممكن إشي تاني حول الموضوع إن شاء الله إذا أترنا بدك تحكي أي كلمة طارق قبل ما ننهي لا أشكرك وبشكر كل حدا حضرنا وكامرة أنا أعرف مرات في ناس تتوقع أنه ممكن أجاوبها إشي يفيدها هي شخصيا للأسف هذا ما أدر أعرفتكم بإشي أنا ما أدر عليه مشان هيك هاي الجلسات بتكون التوعية العامة مش لحل المشاكل الشخصية فبتمنى أنه يعني تتقبلوا اعتذاري وقدراتي البشرية ويعطيكم ألف عافية ومنظلنا على تواصل صح هاي أنا حتى طولكم كل المعلومات بدكم تنزلوها ولينك التطبيق إذا بتحبوا تسايفوه أو تاخدوا منه هاي وموجود أصلا على حساباتي على اللينكتون شكرا للكم يعطيكم ألف عافية وشكرا دكتور طارق على هذه السوشن الرائع والحوار الرائع يعطيكم ألف عافية أهلا يعطيكم عافية جميعا مع السلام